اصام ياسين انت ليه الناس بقت لما تشوف الكليم بتاعك تعرف ان ده بتاعك ايه اللي مميزك اوي كده احنا بنختار اولا يعني انا اخترت حاجات جوه الشغل وتفاصيل حستها من جوايا ان انا لما بدأت الشغل ان الحاجة دي هي دي اللي انا بحبها فاختارت احسن حاجة احسن عميل بحس ان بيوت العمل هي دي بتاعتي انا فلما باجي اختار الالوان في الحتة باختار الحاجة دي هي دي بتاعتي كله ديزاينك انت لا مش كله ديزايني انا يعني الحاجات فيه يعني ده مثلا اوكي ديزاين تقليدي بس الوان مختلفة الوانه اشيك يعني ومور مودرن يعني يمشي مع بيوت كتير اوي مودرن حتى وكلاسيك وكل حاجة مش كده تمام لما بدأنا في 2014 اختارنا شغلنا يبقى في اتجاهين حاولنا نحافظ على التراث عشان دي الحاجة بتاعتنا الاصلية وحاولنا كمان نواكب الحاجات المودرن فبدأنا ناخد الحاجات القديمة اوي وندخلها في البيوت المودرن اه وكمان عملنا تصموك جديدة دي تناسب كل بيت اه عندي في الجالري فلما لما نزلت ورشة واثنين وثلاثة واربعة وبدأت اشوف الحرفيين مش عارفة تسوق لنفسها بدأت اسوق لهم شغلهم ففتحت شركة صغيرة الشركة دي اه بدأت تكبر شوية بدأنا ان احنا نصدر كويس اه فبعد مدة المشروعات بتاعتنا وقفت اه ليه الفند خلص اوكي اه فلا سبت المكان ورحت اشتغلت في مكان تاني بخبريتي الصغيرة دي اه ان انا اطور المنتجات بتاعتهم واخدها تاني بس مش عن طريق المؤسسة عن طريق انا شخصي تسوق بقى شخصي اسوق شخصي اوكي جربت في حاجات كتير وقعت في حاجات يعني حصل كذا درب طبع وبعد كده لقيت ان الكليم ده اكتر حاجة انا حبيبة فبدأت ااخد من الصناعية والورش الحاجة بتاعتهم وبدأت اسوق هلهم واحدة واحدة لقيت ان الموضوع بالنسبة لي مستهويني قوي فبدأت امشي زي ما قلت الحريك ان احنا هنمشي في التجاهين احافظ على التراث قوي واعمل الحاجات المادر انت الحقيقة محافظ على التراث قوي اولا انت من اول معرض تراثنا مبتدى وانت بتساهم وبتشارك فيه بالمنتج بتاعك تمام دي حاجة فالمادام بقى لها دور كمان اه المادام هي الدعم الاساسي في شغلي هي اكتر واحدة وقفت معايا وهي كمان يعني مجال دراستها ساعدني جوه جوه الشغل هي اللي علمتني ازاي ازاي اسوق بقى بروفيشنال يعني مش زي ما كنا بنشتغل نفس دي هاخدها اسوقها لأ دلوقتي بقى الموضوع متطور قوي بقيت اسوق اونلاين فتحنا بيج من الفيلم 14 بدأ الموضوع يتطور بدأ ترسل الناس برا بدأ تعرفهم المنتج بتاعنا ما بقاش الموضوع مؤسسي بحت بقى ان فلان عايز حتة برا فابعت له حد تاني عايز يفرش بيته فاعرفه على شوية حاجات فيشوف المنتجات بتاعتنا فيقول لي الله دي حاجة حلم طيب ايه ركتب ما نعدل كذا طيب ما نعدل كذا من اول ترسنا كل ما ادخل دورة من دوراته اتكلم مع العميل اشوفه حريك محتاج دي طيب مقسها ايه طيب البيت عند حريك شكل عامل ازاي طيب المنتج ده هيبقى كويس عندك ولا لأ طيب الدورة اللي بعديها نفس الناس او ناس جديدة اه الناس اللي انا قابلتها قبل كده بابدأ اسألها اذا كان الكواليتي بتاعنا بالنسبة لك حلو مردي ولا مش مردي طيب دلوقتي الكليم ده كله له اسم واحد يعني دي اسمها كليمة ولا اسمها ايه اسمها جبلان جبلان ليه ليه جبلان الجبلان بيتعلق على الحيطة اوكي زي السرمة يعني زي السرمة طيب دي انت عاملها بمود معين ومزاج معين لانك حطت فيها ستوري تمام انواع الورود خدت قد ايه شغل القطعة دي خدت حوالي تمن شهور شغل تصنيع وصلا طب انت معاك كم شخص كم حد بيشتغل احنا معانا 137 شخص شغال ودول بعتبرهم أسرتك كبيرة 137 عيلة بقى ما كل شخص معاها عيلة ده هايل ده حاجة عظيمة طيب دلوقتي اوكي دي جبلان اللي فيها زي فارو دي دي برضو انا اول مرة شوف كليمة عاملة كده الكليمات عشان احنا تطورنا شوية في الشغل فبدأنا نشوف ايه ايه العميل بيحبه فدي من موديلات البرزة احنا مسميينها بارز ميل القطعة دي فيها جزء بارز وجزء في حاجة اسمها تكنيكية شوية في الشغل اسمها تفويت تفويت ده يعني بنعدي الفتلة من قطعة ونخرجها من قطعة وندخلها تاني ونطلعها فبتدي رسمة في الاخر بسيطة زي ما حريك شايف كل ده هند ميد كل ده يدوي من الاول الاخر كل ده يدوي ما عندكش نول ومش عارف ايه ما عندناش مكان خالص جوه الشغل غير غير في التقفيل طيب انا عايز اسأل سؤال دلوقتي انا لو اشتريت حتة زي اللي هناك دي بيتغسله ازاي لان انا يعني بحب اقوى اتفرج على فيديوهات غسيل السجاجيد لكن الكليم بيتغسل ازاي سؤال حريك مهم جدا وكل الناس بتسألنا عليه الكليم افضل افضل حاجة ان احنا نغسله بمادة جل تمام ومية فترة عادية خالص سواء مفروض او في الغسالة تمام ونقلل القوة بتاعت العصر ما بيبقاش في حالة قوة العصر تمام عشان ينزل ميته براحته خالص تمام وبعد كده بتنشر مفروض اوكي طيب بحيل قوي الكلام ده بس مفروض اللي هو بتاعدي بالموب بالهوفر لا مش بالهوفر بالزقاقة دي بتاعت الميت اوه ممكن عادي مفيش مشكلة خالص ينفع نستخدم طب استنى بقى علشان ده لفت نظري ده ايه ده لسه نيولاين احنا لسه عاملينه تمام الكليمات كلها يعني بتبقى يا اما بتتحط على الارض يا اما بتتعلق يا اما بتتحط الحاجات بتاعتنا كلها ما بتستخدمش بتستخدم في البيب بس اه فليه ليه ما نعملش حاجة تبقى بتتحط على تتحط معانا يعني تتاخد معانا دي لذيذة جدا يعني عملنا دي من القطن عشان ما داقش اي حد بيداق من من الخمس الصوف او الوبر تمام عاملينه برضو من من قطن ارجانيك القطن ده صديق للبيئة بصوا دي حلوة ازاي انا بحب الحاجات دي او ياصل بص انت قول 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 الشغل بتاعنا كله من القطن زي ما قلنا تمام الشغل نفسه الجلد نفسه جل طبيعي ما في المية بناخده من بواق الجلد عشان نعيد يعني ما نرميش حاجة احنا بناخد الحاجات الصغيرة دي دي بتساعدنا ان احنا نبقى في البيئة يعني بيئة صحية بدون اي عوادم او اي حاجة خالص حتى كنا موجودين في معرض طراثنا في الجزء اللي هو كان بيقول عليه الجزء الاخضر اه لان منتجاتنا كلها صديقة للبيئة اه الحمد لله الحمد لله وده كوشن ده كوشن عاملينه بطريقة مختلفة عاملينه فرعوني اه المقاس حتى كبير مختلف عن المقاسات العادية اللي احنا بنستخدمها اه الطلب مننا ان احنا نعمل كوشن لبنكات بسيط خالص اه فده بقنا نعمله كده يبقى جزء فيه رسمة يمين وفيه رسمة شمال اه وهادي خالص في النص ما يبقاش فيه تفاصيل كتير عشان يبقى يوزيبل وشكله شيك احنا كمان الظهر عاملينه مدك وبنوفر معاه آآ فلر عشان لو حد مسافر برة مش هيبقى محتاج مش هيبقى محتاج الحشو كامل بس ممكن يبقى محتاج الكيس اللي بيبقى بياخد او بيحافظ على الحشو طيب دولة ده دي مش زي دي اه احنا عندنا اكتر من 1400 تصميم مختلف اه على مدار اكتر من 8 سنين شغل آآ الشغل بتاعنا الحمد لله الحمد لله موجود دلوقتي في اكتر من من 37 دولة برة مصر آآ وده عن طريق عملاءنا آآ صدرنا لأكتر من من 12 دولة برة مصر ثانية واحدة بتصدر كوشنز بس لبرة لا بنصدر كل منتجة كل منتجة لكن دي اظن ان هي آآ اسهل قوي في التصدير لانها يعني اللي هناك على الكرسي دي شايفينها يا جماعة دي مثلا دي حاجة مادرن جدا ماشي مع مع اي حاجة في الدنيا يعني وصناعة الكوشن أو المخدادية دي آآ بقى مهمة قوي لدرجة انا مش لازم وانت بتنجد طقم تنجد كوشن لا بالعكس انت هتروح تلاقيهم موجودين بكميع الموديلات والاشكال في كل حتة فحلو قوي انك بتقول لي كام 37 دولة آآ 37 دولة شغلنا فيه كهدايا يعني العملاء بيتيجي عندنا وتعرفنا في المحل وتاخد الهدايا اللي هي عايزاها لأصدقائها برا تمام أو لو هم عايشين برا بياخدوا الحاجة اللي هم يعودوا بيها بشكل دائع لازم يكونوا هنا عشان ينقب نفسه آآ احنا موفرين منع الصفحة آآ يعني لحد فترة قريبة كنا بنبعث الشغل ده برا طب ايه الدول آآ احنا في أفريقيا موجودين مؤخرا في تنزانيا آآ ودينا شغلنا ليبيا ودينا سودان جنوب السودان آآ عن طريق بردو جهاز المشروعات آآ معارض كتير زي البحرين آآ زي الأمارات آآ زي آآ السعودية آآ شغلنا بيوصل عن طريقهم آآ بكميات كبيرة بيوفروننا انه هم ياخدوا المنتجب بتاعتنا وهم يعرضوها بنفسهم وبتباع الحمد لله آآ خمس مرات شغلنا مرجعش منه ولا قطع آآ ده لانه كان نفسي يسمعوا منك